السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قصة الرجل التي تحكمه زوجته بهلول شخصية دراثية اشتهر بالطرفة المنزوجة بالحكمة وكان واعظا للامير طلب بهلول من الامير ان يحك ان يحكمه بالعباد منتد شهر فرفض الامير طلبه ولكن بهلول ارحى عليه بالطلب الا ان الامير لم يستجب له وبعد الالحاح والمبراط اتفق الطرفان على ان يحكم بهلول لمدة يوم واحد بشر ان لا يظلم احدا وفي اليوم المحدد لحكم بهلول ذهب الامير للنزهة في حدائقه الغناء مع الاسرة الملكية وعلى رأسهم زوجته الاميرة شخ بيط وفي وسط النهار التقى الامير بهلول حيث كان الاخير يجر وراءه مئات الحمير فاستغرب الامير لهذا المنظر وسأله ما هذه الحمير يا بهلول ومن اين اتيت بها فاجابه بهلول مررت بالبلاد يا مولاي وتفحصت احوال الناس وجعلت ضريبة على كل رجل تحكمه زوجته حمارة فقال له الامير متعجبا من المعقول يا بهلول في ساعتين تجد هذا الكم من الرجال محكمين لنسائهم فقال بهلول دعنا من هذا يا مولاي المهم اني لم اظلم احدا واثناء التجول في البلاد رأيت ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ماذا رأيت يا بهلول رأيت يا مولاي فتاة جميلة جدا جدا اذا خرغت في النهار تقول الشمس تنحي لاجلس مكانك واذا خرغت في الليل يغيب نور القمر وهو في ليلة البدري فتمنيت ان تكون هذه الفتاة زوجة لك يا مولاي فالتفت اليه الامير وقال له اخفض صوتك بهلول كي لا تسمعن الامير شخابيط فقال بهلول ولانك امير فهات حمارين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة